كرة لعبوها وحشة جدا تنفيزها كان وحش كمل هانية عليها. ها راحت للرجل هناك بص بقى بقى اقف 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 يا اقف يا سيدي يا سيدي مستعجلين على ايه? اقف. فين الكرة? فين الموضوع بقى هنا? فين القصة هنا? فيش حاجة خالص. فيش اي حاجة خالص. فيش اي حاجة. يعني مفيش اي مبرر. بص بقى اللي حصل بعد كده. هنزق. هنزق. و بوكس في اش الرجل. بالفيديو بيان عاجل من رئيس الاهلي محمود الخطيب بعد انتشار خبر انسحاب النادي الاهلي. مستهدهم الاماراتي يعلون شراء ندي الزمالك رسميا بقرار عاجل جدا. السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم الله بالخير عندنا سحب على ميت جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على عشرين فيديو سابغين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على ميت ايفون برو ماكس. بالفيديو بيان عاجل من رئيس الاهلي محمود الخطيب بعد عقوبات لجنة الانضباط على محمود عبد المعيم كهربة مهاجم الفريق الاحمر بإيقافه 12 مبارا وتغريمه مليون جنيه. وقل العمري فاروق خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب ورياضة مع برنامج النجوم في رمضان. كابتل محمود الخطيب رئيس الناد الاهلي في اجتمع حاليا لمناقشة قرار إيقاف محمود عبد المعيم كهربة من لجنة الانضباط واضاف. هناك اجتماع مجلس إدارة النادي الاهلي غدا لا ربعة في تمام الساعة الواحدة ظهنا. وعلق العمري فاروق على فكرة الانسحاب من بطولة الصبر المحلية مما الزمالي قائلا ندرس كل شيء. مستثمر إماراتي على النشراء نادي الزمالي رسميا بقرار عاجل جدا. فجر الإعلام إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن مباراة كأس الصبر المحلية بين الأهلي والزمالي المقرر قامتها الشهر المقبل. وقال صادق عبر برنامج البريمو على قناة تينا. إدارة النادي الاهلي تفكر جديا في الانسحاب من بطولة كأس الصبر المحلية. ردا على عقوبة قافي محمود عبد المعم كهرباء 12 مبارا من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على هامش أحداث مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالي. وترد في الساعات الأخيرة العديدة من أنباء والتقارير الصحفية والإعلامية التي أشرت إلى رغبة النادي الاهلي في الانسحاب من بطولة الصبر المحلية بعد قرار لجنة الانضباط بشأن يقافي محمود كهرباء. لعب الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الحمراء لمدة 12 مباراة بسبب الشكوى المقدمة من نادي الزماليك ضد اللعب. عقب الأحداث التي شهدتها مباراة القطبين في الدور الممتاز وأضاف. هناك تسريباتهم بشأن انسحاب الأهلي من السوبر وأنا ضد هذا القرار وهذه الأمور ليست في القاموس النادي مطلقا. خصوصا أنها مباراة قاموا خارج الوطن في دولة الإمارات وهي مسئولية وطنية على النادي فهي تمثيل الكرة المصرية بالخارج. أول قرار عاجل من مرتضى منصور تجاه السعودية بعد عزله من رأسة نادي الزماليك. كشف المتحدث باسم وزارة الشباب ورياضة في مصر محمد الشاذلي موعد تنفيذ قرار إلزام إدارة الزماليك بعزل مرتضى منصور أيسو مجلس الإدارة. وقال الشاذلي حفاظا على استقرار الزماليك وعدم دخولي في نافق مظلم. الوزارة انتظرت في الفترة الماضية قرار القضاء الإدارية بالنظر في الدعاوي الأربع المقدمة التي كانت في نفس الشكل والموضوع واضاف. ألاحظ صدر الحكم في الأربع دعاوي وضمن جميعا في قضية واحدة. وصدر حكم بإلزام إدارة الزماليك بعزل رئيس الندي وترشيح من سيتولى بدلا منه لحين عقد الجمعية العمومية العادية. وتابع حاليا وزارة الشباب ورياضة لا يمكنها إجراء أي رسمي لحين تسلم الصيغة التنفيذية للحكم. وأكمل سيتم ولزام إدارة الزماليك باختيار الرئيس لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس في الجمعية الأمومية واستكمال المدن الانتخابية للمجلس الحالي. وكشف من حقيق طانع الحكم في المحكمة الإدارية العليا. لكن لا يتوقف تنفيذ الحكم. واصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى حد حكما بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الناد الزماليك المصري من منصبه. رسميا الناد الاهلي يدخل في مفاوضات مع الممعشور وأول رد من الزماليك. رجح الإعلامي عمرو وديب أن تستمر الأزمات في نادي الزماليك لسنوات مقبلة. وذلك في معرض تعليقي على صدور قراري من محكمة القضاء الإدارية بعزل مرتضى منصور رئيس ومجلس إدارة الناد الأبيض من منصبه. وقال خلال برنامج الحكاية على قناة MBC مصر الثانية مساءنا. أول ما اسمعت قراري الحكم. افتكرت المدرب الجديد. الراجل اللي جنبي من بره بقاله اسبوع دلوقتي بقولوله رئيس النادي اللي مضى معاك مشيا. طب مين جاي محدش عارف. طب فين مجلس الادارة. هنجتمع ونشوف. واضاف. الزماليك مش نادي. ده مدينة ملاهية. ده خرابة. كل ده بسبب الادارة. مش عاوز او الكلام تقيل لكن النادي تبهد الاوي. واحنا اللي بندفع الثمن. وللأسف هندفعه لسنوات. شاهد تصريحات مرتضى منصور بعد مباراة الزماليك والمقاولون العرب. قدت محكمة القضاء الإدارية اليوم الأحد بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة. بإصدار قرار بزول صفة مرتضى منصور كرئيس النادي الزماليك. واستبعاده من مجلس الإدارة. وبهذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي الزماليك شاغرة. إذ ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزماليك. بالدعوة لانتخاب عليه في أقرب شمعية عمومية. نص حكم المحكمة بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزماليك. وقالت الدعاوة أنه سبق أن تقدم مقيم الدعوة بطلب للمدعي عليهم. بشأن إصدار قرارهما. بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية. بتنفيذ أحكام قانون رياضة ولأحة النظام الأساسي لنادي الزماليك لألعاب الرياضية. اللاحة الاسترشادية. وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزماليك لألعاب الرياضية مرتضى منصور. أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة. بصدر أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضدها. أمير مرتضى منصور يعلق على انتقال إمام عشور إلى الأهلي بعد مباراة المقاولون. تردد في الساعة الأخيرة العديد من الأنباء والتقارير الصحفية والإعلامية. التي أشرت إلى استمرار غياب نجم الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي. عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة. وهما أبدى استياء المدر الفني للفريق الأحمر السبسري مارسيل الكولر. وأبدى البرازيلي بورنوسافيو لعب فريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي. غضبوه الشديد بسبب استبعاده من قائمة المباريات وغيابه عن الفريق الأحمر للعديد من الأمور الفانية. قبل أن قطع اللعب عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة. بجانب رفض الاحتفال مع اللعبين بعد الفوز بكأس مصر على حساب برامنزا. بهدفين مقابل هدف. وكشفت مصدر مسؤولة داخل النادي الأهلي. حقيقة الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن تمرد البرازيلي بورنوسافيو لعب الفريق الأول كرة القدم بالقلعة الحمراء. أول قرار من مرتضى منصور بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي نادي الزمالك. ما زالت أزمة كهرباء لعب النادي الأهلي مستمرة مع القلعة البيضاء نادي الزمالك. وذلك بسبب الغرامة التي سيسددها اللعب لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. وتبلغ قيمة الغرامة اثنين مليون واربعمائة الف دولار. ورفض مجلس ادارات نادي الزمالك. فكرة تقصيد غرامة محمود كهرباء. لعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي. وذلك بعد إرساله لتحدي دولي لكرة القدم فيفا الحيثيات للحكم الخاصة بالغرامة الموقعة على اللعب. لصالح القلعة البغضاء والبالغة مليوني واربعمائة الف دولار. وتردد خلال الساعة القليلة الماضية أن نادي الزمالك رفض بشكل قاطع. والآن عزاء المشاهدين أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة. ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال. وتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل سينسحبوا النادي الأهل من نهاية كأس الصور المصري أم لا؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرسة لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. موسيقى